موسيقى عادت شوارع بلدة بغديدة في قضاء الحمدانية لتضج بالموسيقى وأجراس أعياد الميلاد مرة أخرى وذلك ابتهاجاً بالسنة الميلادية الجديدة وهنا وسط البلدة تنصب أكبر أشجار الميلاد لتعليق الأمان عليها ابتهاجاً بعام جديد قادم نحن اليوم من مدينة بغديدة مدينة الحب والسلام والبئام تنطلق فعاليات عيد الميلاد ميري كريسماس وأيضاً لاحتفاءاً بقدوم السنة الجديدة لعام 2022 كما نشاهد خلفي اليوم كانت هذا الإنجاز هو أكثر من رائع نستطيع أن نقول لابل هو بديع جداً عاش المسيحيون ظروفاً صعبة خلال السنوات الماضية لكن لم يبقى منها إلا الذكريات وهاهم اليوم يعيشون أملاً جديداً ومن بقي منهم متمسكاً بأرضه يأمل أن تكون الأعوام القادمة أفضل من سابقاتها نعم إحنا مرينا بظروف صعبة مرينا بأيام يعني ما تنذكر إن شاء الله ما تنعاد على أي واحد ورغم هذا الشيء إحنا رجعنا لمناطقنا إحنا بنينا يعني بدأنا نبني كل شيء من جدة مثل ما نقول من جدة وجديد الحمد لله رجعنا يعني وعيدنا ونحضر على عياد عيد ميلاد مسيح ومن يادنا يعني يعني كل واحد حسب ومنيته يتحقق وإن شاء الله يرجعون المسيحين كلهم والحمد لله وشكر هنا في نينوا يرتكز وجود المسيحين في سهل نينوا بصورة عامة ولم يعود الكثير منهم إلى مناطقهم بعد تحريرها فغالبيتهم إما استقروا في إقليم كردستان أو غادروا البلاد مباشرة عقب أحداث عام 2014 من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير قناة التغيير